الأعداد من صفر إلى تسعة الدرس الخامس عشر الأعداد اثنان أربعة خمسة أستكشف ألون الخانات بقدر العناصر في المشهد أنظر في كل مرة إلى الصورة وأبحث عن عدد تواجدها بين عناصر المشهد وأقوم بالتلوين لنتحصل على الحل التالي أتدرب واحد أربط بالعدد المناسب اثنان ألون الأصابع حسب العدد المكتوب في اللافتة ألون في الصورة الأولى إصبعان فقط وفي الثانية أربعة أصابع وفي الصورة الثالثة ألون كامل أصابع يدي الخمسة ثلاثة أربط العدد بالكتابة المناسبة له أربعة اثنان وخمسة أربعة أكتب العدد أعيد في كل مرة كتابة العدد اثنان أربعة وخمسة حتى يتسنى لنا كتابتها بشكل سلس أوظف واحد ألون الخانة المناسبة لعدد السمكات في كل حالة في الحوض الأول يوجد سمكتان نلون إذن العدد اثنان الحوض الثاني يحتوي على خمسة سمكات إذن نلون العدد خمسة أما الحوض الرابع فيضم أربعة سمكات بالتالي نلون العدد أربعة اثنان شرع خالد في رسم الأقراص الملائمة للعدد المكتوب في اللافتة أساعده على رسم الأقراص الناقصة عدد الأقراص في اللافتة الأولى خمسة مرسوم اثنان وينقصنا ثلاثة أقراص اللافتة الثانية بها قرص وينقصنا قرص آخر اللافتة الثالثة مكتوب عليها أربعة أقراص ولا يوجد بها سوى قرصان لذا سنكمل لها القرصان لاستكمال العدد أقيم أرسم أرسم أربعة تفاحات في سلة سفيان أرسم تفاحتين في سلة لينا أرسم خمسة تفاحات في سلة مالك 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 أرسم خمسة تفاحات في سلة مالك